الأخواني الفلسطيني سعد عبدين في تغريدة لهوى على تويتر بإرسال طائرات أردوغان المسيرة بيرقاد إلى اليمن وخصوصا إلى الحوثي وربما من هناك توجه ضربات إلى المملكة العربية السعودية وقال على تويتر باعتقادك ماذا سيحدث في السعودية لو أن أردوغان باع طائرات بيرقاد المسيرة إلى الحوثيين في اليمن هذه التغريدة كانت كافيا لإثارة غضب السعوديين وتعليقهم بردود قوية للغاية كان أولها رد منذر للشيخ مورك والذي قال أي ذل وأي مهانة أنتبه لم تجرؤ أن تطلبها لكم في غزة بل حتى لم تفكر في ذلك تكفين هذه المهانة من أن نجيب أمثالك أعلم أنك تعلم بأنك ستوبح وتهان وتمسح كرامتك لو اقترحت على أردوغان هذا الاقتراح ولكنها فرصة لتقف أمام المرأة وتحكم على نفسك دعوة للتأمل لمعرفة حقيقات الإخوان وأرد عليه ألان كوباني ماذا سيحصل إن قررت المملكة تسليح حزب العمال الكردستاني والكرد داخل توركيا والذين عددهم يقارب 25 مليون أي ثلث سكان توركيا مع الأخذ بالاعتبار أن الحوثيين حدودهم مسيرات يتم تصد لها بينما الكرد موجودون داخل توركيا وعلى كل خارطتها أما عبد الكريم الفالح فقال ساخرنا غزة ما تحتاج لأسلحة حسب زيارات العمادة فقط مطلوب منها الهدوء فيما قال عمادة الجواب اسأل عنها سماء سوريا وليبيا حيث أثبتت أن إيران ضفاعات جوية ليست متقدمة بأي حال من الأحوال يسقط العديد منها مما يبرز ويبرز فشلها ومحذودية إمكانيتها وأسأل موقع نودريك مونيتوران رسائل عسكرية سرية تظهر وجوب عيوب في طائرات بير قضارة تتعلق بأنظمة الاتصال والقدورات الهجومية أما عبد العديد العبيد فقال غاضبا أعتقد بل أجزم أنها ستكون محل تنافس بين تجار الحرذة حرذة الحديد لدينا منتهى الجبن والخنوع لم يطلبها له لتحرير أرضه فيما قال عبد الله ومن قال لك لم تشارك في تسليحهم والباخرة التي انفجرتها في البحر الأحمر وكانت تركيا تدعي أنها تحمل مواد إيغاثة ولكن ربك فضحهم بدل الثطر إجمع من جماعتك لدعم اللرع أما أبو محمد فقال سيتم تزويد حزب العمال الكردستاني بأفضل منها يا فرخ قاسم سليماني ولعيهمك المهم الله يكون بعون أهلنا بغزة وعذاباتهم على يد متوحش حماسة إنتاج وإخراج المصاد بتقسيم الشعب الفلسطيني أما محمد فرد ردا قويا وقال الحرمين الشريفين الحرمين الشريفين أعظم قدسية لدينا من قطعة أرض تسمى غزة فلن نبالي بها ساعة القصف بقدر دفاعنا عن الحرمين لذلك أولويتي السعودية وليس عندي غيرها أناظل من أجله فليدافع عن غزتهم وبلادنا نحن كثيلين بالذوذي عنها أما عبدالعزيز القحطاني فجاءهم من الأخير وقال تركيا أرسلتها لإيران وأرسلتها إلى الحوثيين بواسطة تركيا وتمويل قطعي وحققت الحكومة الألمانية في استخدام تركيا لمحركة الطائرات صناعة ألمانية واتضح أنها تبعها عن طريق قطر ولقد أرسل الحوثيون أكثر من 270 طائرة بدون طيار ولم تصب ولا هدف ويتم تذميرها من الدفاعات الجوية السعودية